منذوباً عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة الحفلة الذي أقامته الوزارة بعنوان الأردن نموذج الوئام بين أبناء المذاهب والأديان بالتعاون مع دائرة قاد القضاء ودائرة الإفتاء العام والمركز الأردني لبحوث التعايش الديني وذلك في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله الأول ابن الحسين المزيد في التقرير التالي بدأت الأربعاء الماضي أعمال الأسبوع الوئام بين الأديان الذي تقيمه سنوياً وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في العاصمة عمان ومختلف محافظات ومدن المملكة وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة الذي افتتح أعمال الأسبوع مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الوئام هو طريق العيش المشترك والتفاعل الإيجابي الذي تحصل فيه الأمة على مقاصدها ومصالحها العليا بعيداً عن أمراض التعصب والتشرذن وأشار الوزير الخلايل إلى أن أسبوع الوئام وفر أرضية دينية صلبة للالتقاء بين الأديان وأحترام الآخر وأن مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني لأسبوع الوئام الذي أقرته الجمعية العامة من الأمم المتحدة تأتي لتقديم الأردن كأنموذج حقيقي للوئام نجتمع اليوم في هذا الحمل العربي العزيز مسلمين ومسيحيين موحدين في إطار المحبة والإحترام لكي نبعث للعالم برسالة الوئام الحقيقي ونموذجها الحي الصادق فالعالم اليوم أحوج ما يكون لمثل هذه الرسالة في ظل ما يشهده من اضطرابات خطيرة تعصف به وبمنطقتنا وبلداننا العربية والإسلامية أبرزها ما يحدث في فلسطين المحتلة وما تتعرض له مقدساتنا الإسلامية والمسيحية من انتهاكات على يد الاحتلال وهي فرصة للتذكير بالخطر الداهم على أتباع الأديان كلها فالوئام في أدق معانيه هو احترام الآخر ومن جهته قال مفت المملكة الشيخ عبد الكريم الخصونة إن المسلمين والمسيحيين في هذه البلاد كانوا وما زالوا يشكلون إنموذجا في الإنسانية والوئام ويزرعون قيم المواطنة الصالحة تحت الراية الهاشمية التي بايعها الناس بمحبة وموالاة يعد التعايش السلمي من القيم الاجتماعية الأساسية للمجتمعات العالمية ولا يمكن أن ينهض أي مجتمع إلا بالتعايش السلمي المستند إلى الأدلة العلمية والأصول الدينية ونبذ التطرف والإرهاب والتكفير الذي هو عدو للتعايش السلمي مدير المركز الأردني لبحوث التعايش الدين الأبنى بالحداد أشار في كلمته إلى أن نموذجية وآمنة في الأردن نابعة من القيادة الهاشمية التي جعلت الجميع على الأراضي الأردنية يعيشون بأمان مؤكداً افتخاره برسالة عمان ودعوتها للسلام والرحمة اليوم يتجدد إيماننا والتزامنا جميعاً بدورنا جميعاً كشهود للوئام إنه ميزة تستحق أن نحافظ عليها ونمنع المساس بها على قاعدة احترام حرية الجميع والأردنيون عندما يتلون آيات إنجيلهم وقرآنهم سيعشقون الأرض أكثر ويقتربون من بعضهم أكثر ويستذكرون تضحيات الأولى والشهداء وفضل كبرائنا الذين شيدوا فيجسدون كلنا الأردن كلنا للوطن وحدة في الصف والتفافاً حول العرش بدوره قال سماحة قاد القضاء عبد الحافظ الربطة إن هذا الحدث السنوي الذي كان ثمرة جهد كبير لجلالة الملك عبد الله الثاني ليكون مناسبة عالمية أممية يؤكد أهمية الحوار البناء واعتباره أساساً بعيداً عن فكر التطرف والغلو ورفض الآخر وإننا إذ نلتقي اليوم بهذا الحدث السنوي أسبوع الوئام بين الأديان لنستذكر فيه معنيين رئيسيين الأول الرؤية الملكية الهاشمية والاهتمام من لدن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين يحفظه الله ويرعاه والجهد الذي بذله ويبذله للتذكير والتأكيد في كل المناسبات المحلية والعالمية على سمو قيم المواطنة وقيم التفاهم المتبادل والحوار بين أتباع الشرائع السماوية وجعل ذلك ثقافة عالمية واجبة السيادة والاعتبار بعيدا عن أي فكر غال يعمل معتقده والمنظرون له إلى الإنعزال أو إلغاء الآخر أو اعتباره عدوا لمجرد الاختلاف معه والمعنى الثاني ضرورة مراجعة دول العالم حكومات وواجهات ومفكرين ومنظرين لهذه المفاهيم ومدى انطباق الواقع عليها أو انحرافه عنها سواء في بلاد المسلمين أو في غيرها والتأكيد على محاربة ما من شأنه أن يهدد السلم والأمن الاجتماعي انطلاقا من خطاب الكراهية أو الاعتداء على المقدسات والرموز الدينية ليبقى العالم واضحا في رؤيته للوئام بين أتباع الشرائع المتعددة حضر الاحتفال رجال دين إسلامي ومسيحي والدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ومفكرون وأئمة وضباط من القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية وحشد من القطاع النسائي يشار أن أسبوع الوئام العالمي بين الأديان هو حدث سنوي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة باقتراح من جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2010 لتعزيز السلام الثقافي ونبذ العنف وتعزيز التفاهم والتعاون بين الناس بغض النظر عن الدين والمعتقد ترجمة نانسي قنقر